بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بتواجدي من خلاله معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى زي طلاب والطالبات درسنا لهذا اليوم موجه للصف الثاني التأهيلي وعنوان درسنا لهذا اليوم سورة الغاشية من الجزء الثاني من الآية رقم 10 وحتى الآية رقم 19 الدرس الخامس للفصل الدراسي الثاني تعليماتها ما يجب علينا الالتزام بها أولا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا نتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص لها إذن يا أبطال مهم جدا حتى نستطيع التركيز في هذا الدرس والاستفادة من أكبر فائدة وحتى نستطيع حفظ الآيات التي سنقوم بتلاوتها في هذا الدرس إن شاء الله يجب عليكم يا أبطال أن تكونوا بعيدين عن كل شيء يشغلكم عن الدرس هذا الذي نقصده باختيار المكان المناسب للدرس لا يكون بجانبك أجهزة التلفاز أصوات مرتفعة ألعاب أكترونية أيبات جوال كل شيء يشغلك عن الدرس يجب أن يكون بعيد عنك ولا تنسى أن يكونوا الكتاب بجانبك والقلم كذلك حتى نستطيع حلل الأنشطة ولا ننسى أن نستمر في متابعة هذا الدرس حتى الوصول إلى نهايته بعد أن اتفقنا على هذه التعريمات يا أبطال نبدأ في هذا الدرس على بركة الله تأكد أن الكتاب الذي لديك هو كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الثاني التأهيلي يتوقع منك عزيزي الطالب بعد هذا الدرس أن تعرف اسم السورة بشكل صحيح أن تستمع إلى الآيات بشكل صحيح كذلك تكرار الآيات بشكل صحيح أن تحفظ الآيات بشكل صحيح مهم جدا لدينا عند تلاوة هذه الآيات أن نقوم بتكرار الآيات حتى نستطيع تلاوتها بالشكل الصحيح ثم بعد ذلك نحفظ هذه الآيات ونقرأها ونتلوها بالطريقة الصحيحة يا أبطال مهم جدا أن نستمع جيدا حتى نستطيع أن نتعلم هذه الخطوات الدرس التاسع لدينا يا أبطال سورة الغاشية الجزء الثاني من الآية رقم عشر وحتى الآية رقم تسعة عشر إذا لم يكن لديك الكتاب بالإمكان عبر كاميرا الجوال تصوير هذا البر كود وسيتوجه بك مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي ونقوم بفتح الكتاب على الصفحة رقم تسعة وثلاثين إذا لم يكن لديك الكتاب كذلك بالإمكان أن نقرأ من القرآن الكريم ولكن نتذكر يا أبطال دائما هذا القرآن العظيم أنزله الله سبحانه وتعالى هو كلام الله نزل به جبريل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فلا أقوم بلمس المصحف والقراءة من المصحف إلا عندما أكون متوضئا وطاهرا لأن القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون فأتذكر دائما يا أبطال أكون على طهارة أقرأ بعد ذلك من هذا المصحف أو أحاول أن أكون لديك الكتاب أو النسخة الإلكترونية لهذا الكتاب عندما أكون متوضئا فإن بإمكاني أن أقوم بالقراءة من القرآن الكريم مباشرة ولا ننسى يا أبطال كما تعودت منكم دائما الانتباه والتركيز والتكرار معي عند تلاوة هذه الآيات حتى نستطيع حفظها وإتقانها الآن نتذكر الآيات التي حفظناها في دروسنا السابقة ونحفظ كذلك الآية الآخر آيتين لدينا الآية رقم 17 والآية رقم 18 حتى نستطيع ربطها مع الآيات السابقة التي حفظناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أحسنتم يا أبطال من حفظ هذه الآيات تذكر هذه الآيات من خلال حفظنا في دروسنا السابقة أحسنتم بارك الله فيكم على هذه التلاوة الجميلة والرائعة من استطاع تسميعها وحفظها كذلك رائع من استطاع قراءتها بالطريقة الصحيحة كذلك جميل جدا ورائع جدا الآن نريد أن نحفظ الآياتين التي نريد حفظها في هذا اليوم حتى نستطيع إتقان هذه الآيات من سورة الغاشية نركز مرة أخرى يا أبطال أزائي طلاب الطالبات التركيز في هذه الآيات والاستماع جيدا ثم قراءتها بعدي حتى نستطيع حفظ وإتقان هذه الآيات أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت أحسنتم يا أبطال الآن نريد إكرارها مرة أخرى حتى نستطيع إتقانها أكثر وأكثر نريد منكم التركيز أكثر من قبل قليل حتى نستطيع إتقانها وحفظها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 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 أحسنتم يا أبطال بهذا نكون قرأنا هذه الآيات القراءة الصحيحة ولكن من المهم جدا أن نقوم بتكرارها كما تعودت منكم أعزائي طلاب الطالبات أقوم بتكرارها على والدي ووالدتي كذلك ولا أسأوحد إخواني وأنا أقوم إذا استطعت قراءتها أنا أقوم بقراءتها وتكرارها وكذلك أقرأها في صلاتي نستطيع تذكر هذه الآيات وقراءتها بالطريقة الصحيحة هي فقط آيتين نحاول تكرارها العديد من المرات حتى نستطيع حفظها الآن نريد أن نكمل فقط تبقى لدينا آية هي التي سنحفظها في درسنا القادم إن شاء الله تعالى وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت بإذن الله تعالى سنحفظها في درسنا القادم ولكن من المهم جدا أن نحفظ هذه الآيتين الآية رقم 17 والآية رقم 18 هي التي نقوم بحفظها وتلاوتها الآية رقم 17 والآية رقم 18 الآن يا أبطال لدينا العديد من العبارات أريد منكم ضبطها وإتقانها لدينا العديد من العبارات أريد منكم الاستماع إليها جيدا وإخباري بالجواب الصحيح لها في النشاط رقم 2 يا أبطال لدينا تعد سورة الغاشية من السور المكية أي أبطال تعلمنا ما الفرق بين السور ما هي السور المكية ذكرنا أن السور المكية هي التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام عندما كان في مكة فهل سورة الغاشية من السور المكية أحسنتم يا أبطال الفقر التالي عدد آيات سورة الغاشية 15 آية هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ بالتأكيد لا هي عبارة خاطئة في الأخير عدد آيات سورة الفجر 26 آية هي عبارة كذلك خاطئة النشاط الثالث أريد منكم كتابة هذه العبارة أولاً فوق الكلمات المضللة نقوم بالكتابة ثم أقوم بكتابتها الآن قم بإيقاف المقطع وقم بإكمال كتابة كامل هذه العبارة ثم قم بإكمال بقية المقطع بعد ذلك الأهم أقوم بكتابة هذه العبارة وهذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة إلى هنا يا أبطال نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا في هذا الدرس شكراً لكم على طيب الاستماع والمتابعة ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله وتعالى طيبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر